بسم الله وصلاة السلام على رسول الله يزعى صباحكم متابعي ومشاهدي فضائية الخرطوم حلقة يديدة من صباح الخرطوم نتج والعبرها في عديد من الفقرات والموضوعات تحية صباحية ندية نبعثها لكم صباحا صباحكم مفعم بكل الأمل والإشراق والتفاول بإذن الله وصباحي خير تحية لك ويزعى صباحي كريم ونظر اليوم النور نورك شيما صباح الخير عليك صباح الخير على كل المتابعين في كل مكان صباح الخير صباح الأمل صباح التفاول صباحات ندية لكل مشاهدينا في كل بقاع سودان الحبيب وتحية صباحية نبعث عن الزميل حسن الذي يتواجد بكاميرا قناة الخرطوم في واحد من المواقع الجميلة في سودان الحبيب يقول لك صباح الخير عليك حسن وصباح الخير على كل الناس اللي ينضموا متابعين عبر صباح الخرطوم والعديد من الفقرات ضيوف عزاء وموضوعات خدمية عبر شاشة الخرطوم. وكذلك جولة في صحافة الخرطوم الصادرة الصباح اليوم. إذا مرحب بكم. مرحب بكل المنضمين والمتابعين عبر صباح الخرطوم. أهلا. أهلا بكي ياري. ونبدأ مباشرة جولة صحافة الخرطوم الصادرة لهذا اليوم. أثل الأسعى. نبدأ مشاهدين من عنوين صحافة الخرطوم المحلية صادرة لهذا اليوم. من صحيفة السوداني. السوداني مجلسة السيادة والوزراء. يجزان اتفاق السلام. فتح ملف جرائم درفور ومثول البشير للتحقيق الأسبوع المقبل. شعبات المصدرين تطالب المالية بالكشف عن من يشترون الذهب. الثورية ستزيد نسبتنا في المشاركة حال توسعة مقاعد مجلس الوزراء. من السوداني. مشاهدين إلى المواكب. وفيها نطالع 400 مليون دولار من البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي. إلغاة رخيص 400 شركة والمستهلك تحذر من شحة الأدوية. رئيس لجنة التحقيق في قضية فضل احتصام بالقيادة العامة. يقول الاستجواب سيطال أعضاء بالمجلس السيادي وآخرين. وقرار بإزالة تأسور مخطط الرواد السكني. نعم ننتقل إلى صحيفة آخر لحظة. ونقرأ منها الثورية منتقدي اتفاق جبا أصوات عنصرية. إقاف استيراد ركشات والتكاتك. وزير الطاقة السعار الوقود المتداولة مجرد تخمينات. بأمر السلام عضوان يغادران مجلس السيادة. وحل الحركة الإسلامية. هذا ما جاء في آخر لحظة. ننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم. في أخبار اليوم مشاهدين نقرأ. أسر ضحايا 11 سبتمبر تصعد ضد شطب السودان من قائمة الإرهاب. الجنيه السوداني يواصل تراجعه القياسي أمام سلة العملات الأجنبية. والاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء. يجيز اتفاقية السلام. وآخر الأخبار فيها قرارات مرتقبة لإزالة التمكين في مؤسسات وشركات نفط. نعم. ريم بصحيفة الانتباه توقيف إرهابي على صلة بخلية محاولة اغتيال حمدوك. الثورية إدراج اتفاق السلام كمادة جديدة بالرقم 69 في الوثيقة الدستورية. توقف أكثر من ثلث مخابز الخرطوم. 32 قرية تدخل في اعتصام رد الحقوق بسنار. منها إلى الوطن. وفيها نقرأ حمدوك. يتهم أمريكا بنسفة تحول الديمقراطي في السودان. ارتفاع أسعار الدولار. والطاقة تنفي صحة أسعار الوقود المتداولة. بصحيفة تفاصيل. هزة أرضية ضربت القضارف. يمكن أن ما من الأخبار الصعبة جدا. هو ارتفاع سعر الدولار. وفي نفس الوقت خبر إيجابي هو نفي وزارة الطاقة لأسعار الوقود المتاولة. لأن هذا الخبر يمكن خلق بل بلع وسط أفراد المجتمع السوداني. نعم. بالنسبة لارتفاع سعر الدولار هو ارتفاع مفاجئ في الوقت للناس التي تنتظر فيه انخفاض. ننتقل للصحيفة المجهر السياسي. ورئيس مجلس السيادة يؤكد أن التحقيق السلام الشامل. ولا الاستقرار أولوية المرحلة. حركات العدل والمساواة تحقد أول مؤتمر بالخرطوم. وتكشف معلومة جديدة عن اغتيال خليل. البنك الدولي يصادق على أربعمائة مليون دولار لدعم الإصلاحيات الحكومية. وننتقل للسوداني الدولي. السوداني الدولية. نختتم بها جولتنا في الصحافة الإبترونية الصادر الصباح اليوم. وفيها إجراءات قانونية في مواجهة حاملية الجنسية. زي الأصول الأجنبية. الصوبات يرصد 50 مليارا للتسجيلات. والهلال يفاوض رمضان والرشيد وأبو عشرين. وبتأكيد هناك العديد من الموضوعات والأعمدة لزملاء الصحفيين داخل هذه الصحفة. تحية صباحية لكل زملاء الصحفيين. ولكل المتابعين اللي نضموا تابعونا عبر أولى فقراتنا في صباح الخرطوم. مرحبا بكم. لحنة أول. نهديه لكل سادة المتابعين لبرنامج صباح الخرطوم. وعودة إلى فقراتنا المباشرة من داخل الستديو.